احد الشباب بعت لي مقطع يعني المقطع ده من المقاطع المرعبة المخيفة اشتركوا في القناة المقطع ده يمكن كتير من الناس شافوه مقطع مرعب الشباب هما مشيين في العربية وبيسمعوا الأغاني العربية خبطت فصوت الحشراجة بتاعت الموت ظهر في المقطع انت تسمع الحشراجة بتاعتهم انت خفت الواحد خاف يعني الواحد ساعة ما شاف المقطع ده قعد يقول يا رب نسألك حسن الخاتمة يا رب يسر لنا الخاتمة الجميلة الحسنة يا رب يسر لنا قول لا إله إلا الله أنا معرفش الشباب دول ماتوا ولا لا لو كانوا ماتوا فالله سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم وإن كانوا أحياء فنسأل الله لنا ولهم وللمسلمين السلامة والعفوة والعافية في الدين والدنيا والآخرة معلش أنا هقولك كلمتين هم جمدين شوية والكلام سمحني بقى معلش هيبقى فيه شدة يعني لأن احنا لازم نفوق احنا في غيبوبة احنا مش موجودين خالص احنا نسينا الآخرة تماما كأن مفيش حساب وكأن مفيش يوم قيامة يعني تشوف مقطع زي ده وتشوف الشباب ده صوتهم ازاي طالع عند الاحتضار أو اللحظات الأخيرة في حياتهم وانت مصر لسه على ترك الصلاة واللي انت تقطع في صلاتك خلينا أقولك انت مش إنسان انت مش بنا آدم انت ما عندكش إحساس انت ما عندكش دم أيوة الكلام جامد بس لازم تفوق تشوف انت بتعمل ايه ورايح فين انت حابب اللي انت تقابل ربنا وانت تارك للصلاة لا طب مش بتصلي ليه حابب تقابل ربنا على وضعك ده على ذنوبك والمعاصي بتاعتك دي لا طب انت مصر على الذنوب والمعاصي ومش بتتوب ليه الرجل اللي متجوز وعنده زوجة تعفه بالحلال وهو مصمم ومصر اللي يمشي في الحرام ويبقى بتاع ستات لقبه في الأرض وفي السماء فلان بتاع الستات اللي ماشي في الحرام انت ما عندكش دم ولا عندك احساس ولا نخوة ولا مرؤة اما تترك الحلال الطيب اللي ربنا احله لك وقاعد تجري على الحرام وعلى القزارة اما تشوف مقطع زي ده تعمل ايه؟ ما تتوبش؟ ما ترجعش الربنا؟ ما تندمش؟ وتقول يا رب اغفر لي وسمحني وتوب علي بنتنا اللي ماشي في الشارع عريانة من الآخر كده لو شفت مقطع زي ده وما شجعكش وحفزك اللي انت تستوري نفسك وتغطي نفسك وتبقى عرفة للموت اسرح حاجة ممكن تصل ليك في اي لحظة فلانا فين ماتت؟ طب هتقابل ربنا بايه؟ بالميكوب برضو والمكياج والديق والمفتوح والقصير ولنقابل ربنا بالحجاب اللي يرضيه ويكون راضي عننا به لو انت مر عليك المقطع بتاع الشباب ده وانت لسه زمانتي؟ لأ رجع حساباتك ورجع حالك مع ربنا وقوله يا رب هاب لي قلبا قلب لان كده يبقى ما فيش القلب ميت خالص رايح الشباب اللي قعد بيعص ربنا هنا وهنالك يا عم فوق بقى يا عم كن شوية اهدى اهو انت شايف بعنيك ممكن في لحظة تروح وممكن تموت على معصية وتقابل ربنا سبحانه وتعالى على ذنبه ومعصية ليه؟ انا بسألك ليه؟ ليه ما تموتش على طاعة؟ ليه ما تموتش على قرآن؟ ليه بدل ما تموت على اغنية تموت وانت بتسمع قرآن؟ تموت وانت بتصلي تموت وانت بتقول لا اله الا الله تموت على الخير وعلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يا شباب يا ناس يا رجال يا نساء يا مسلمين احنا محتاجين والله نرجع ونتوب ونصلح حلقتنا بربنا ونصلح قلوبنا بربنا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الختام وان يردنا والمسلمين الى دينه ردا جميلا